بسم الله الرحمن الرحيم حب ارحب بحضراتكو احنا كنا وعدنا السادة اولياء الامور والطلاب ان احنا هنتكلم على امتحانات الصفين الاول والتاني السنوي سواء الامتحانات اللي فاتت او اللي هيحصل بقية الترم ان شاء الله وده اللي بنعمله دلوقتي وعلى موقعنا على فيسبوك نفس المعلومات اللي انا هتكلم عليها واشرحها هتكون موجودة على موقع الوزارة وفيه كتاب دوري رايح للمديريات غدا ان شاء الله فيه نفس هذه المعلومات بدقة للسادة مديري المديريات الحديث بتاعنا النهار ده جزئين جزء عن ما تم من امتحانات الكترونية المحيطة بيها وكمان ما سوف يتم ان شاء الله في المستقبل القريب في باقي هذا الترم بازن الله اه لو افتكرنا مع بعض اللي تقال يوم 18 فبراير لما احنا طبعا في وسط هذه الجائحة كنا بنحاول نلاقي حلول اه خارج الصندوق عشان نمشي العام الدراسي ونعمل التقييم باقل قدر من التواجد او الاحتكاك او باكسر قدر من الانضباط الاحترازي وعشان كده اتكلمنا على معظم الفئات العمرية النهاردة هنختص بالتحديد السنوات اولة وتانية سنوية اللي في المنطقة دي اه امتحان فبراير تم بحمد الله بامتحانات الكترونية في اللي جانب المدارس وده جزء جبير من كلامنا وبعدين هنتكلم على ما يحدث في الشهور القادمة بإذن الله اه انا عاوز قبل ما نتكلم في تفاصيل كتير جدا بس اللي يهمني واعتقد ان هو هم جدا جدا نفهمه لستادة اولياء الامور والستادة الطلاب هي فلسفة التقييم اللي بتحصل في النظام التقييم الجديد في المرحلة السنوية علشان نستطيع قراءة الدرجات وفهم معناها لانه معنى غير تقليدي ولا يقاص على ما كان يحدث قبله الاول نشوف مع بعض المتوسط اللي احرزوه ولادنا في هذه الامتحانات لو احنا بصين بوقتي على اولى سنوي هنلاقي الجدوى اللي حضراتكم شايفينه فيه بالارقام كل النمر دي من مية نزبطها من مية يعني اللغة العربية الاحياء الكيميا اللغة التانية وهكذا فيها متوسط الدفع اللي قوامها حوالي ستمائة وخمسين الف طالب وطالب هذه الارقام تعتبر متوسطات عالية نسبيا لأسباب كثيرة مش هناخد فيها دلوقتي انما اكاديميا هو ده متوسط النمر يعني مثلا حاجة زي الجغرافيا لما يكون علم متوسط مش اعلى نمرة متوسط سبعة وتسائين او خمسة وتسائين دي طبعا اربام يعني صعب تحصل الا اذا كان فيه بعض العمل الجماعي وده هنتكلم عليه بعد شوية انما فيه حاجات تانية زي اللغات مثلا الفرنساوي الالماني عشان الاعداد صغيرة ما حصلش فيها هذا العمل الجماعي المتوسطات بتاعتها اقرب الى المعقول من باقي المواد تعالوا نشوف تانية سنوية تانية سنوية فيها صورة مشابهة في بعض المواد المتوسط بتاعها عالي جدا لأسباب لأسباب تتراوح ما بين انه الولاد عملوها كويس اللي عملها بمجهوده او اشترك مع اخرين فبالتالي عالي المتوسط ولكن هذه المتوسطات ده متوسط اداء ستمائة وخمسين الف طالب في هذه المادة القضية اللي بنتكلم فيها كتير هي موضوع طريقة عرض النتيجة وقراءتنا له وده انا الحقيقة يهمني جدا جدا نفهمه لانه هيغير طريقة تفكيرنا احنا واولياء امورنا عن المرحلة السنوية لو فهمنا فلسفة التقيم اه انا عاوز اشرح المشهد ده اللي بيجي لأي طالب اخذ المتحان في المرحلة السنوية ونتفق مع بعض هو ايه الهدف اكيد كلنا اللي بيسمعوني هدفهم النهائي الوصول الى الصف التالت السنوي والمنافسة على تنسيق الجامعات عشان حلمي في الاخر احنا بنجهز ولادنا تعليميا عشان يتعلموا من ناحية وعشان يكونوا جاهزين لهذا الامتحان التنافسي اللي بيعقوبوا التنسيق وزي ما حالاتكم عارفين التنسيق بيحقق رغبات الولاد بالترتيب من اعلى نمر بيحققوها الولاد واحنا نازلين فطبعا قدرة اي طالب او طالبة التنافسية اللي تسمح له ان يحقق حلمه مرتبطة بانه يبقى في المجموعة الاعلى طيب يعني ايه الكلام ده يعني احنا كنا معانيين في السنوات اللي فاتت بمسألة انا جبت كم كنمره وقفلت الامتحان ومعانيين بفكرة النجاح والسقوط احنا في التقييم في المرحلة السنوية من ساعة ما بتدينا في الفين وثمانتاشر بنحاول نحرر ولادنا واولياء الامور من الافكار المرتبطة بالنجاح والسقوط والافكار المرتبطة بالنمر المطلقة ليه؟ لان احنا جايين نتعلم من ناحية وعاوزين في الاخر هدفنا فيه دخول الجامعة اللي انا ارغب في الانتحاق بها طيب دخول الجامعة مرتبط بموقفي التنافسي مع زميلي يعني لازم اعرف انا فين من زميلي هل انا في المجموعة اللي هي اعلى 10% مش شطار ولا انا في نص المشهد ولا انا محتاج اشتغل على نفسي اكتر في المادة دي طريقة عرض النتيجة اللي حضراتكم بتشوفوها معانا من سنة الفين وثمانتاشر بتوري كل طالب هو فين من زملائه وليس ارقام مطلقة الارقام المطلقة مش مهمة بالنسبة لنا ولو جال التنسيق تقدير عام مثلا اعلى حد جايب 70% هياخد 70% في الرغبة الاولى المهمة بقى انا بالنسبة لي لو انا طالب في الدفع دي اعرف انا فين من السبعين انا فين من هذا الرقم انا فين من المتوسط فين من المجموعة العالية اللي هم شطار سواء جابوا 70% او 90% انا فين منهم فاول حاجة نفتكرها ان العرض اللي موجود في هذه الصور عرض نسبي مش ارقام مطلقة يعني بمعنى اخر انا عارف كل الناس بالدور انا بقول لي جبت كان بالزبط والاهم من جبت كان بالزبط لو بصينا على الرسمة دي كيميا انا واخد 81 تبدو رقم كويس بس انا لو بصيت على العمود اللي فوق كلمة كيميا بصينا هنا يمين هنلاقي ان انا قريب من المتوسط فيه ناس اشتر مني فوقية هنا في المنطقة الخضرة والزرقة يبقى انا النمرة دي مش حلوة زي ما الرقم بيقول هنا مثلا متوسط هذا العلم رياضيات اتنين علي جدا بصي متوسط فين الاحمر ده علي جدا الدفع دي في هذا الامتحان عملين كويس طب انا قريب من المتوسط انا كده مش اشتر واحد هنا في الفيزياء مهمنيش قوي الرقم اتنين وخمسين مين انا فين من المتوسط وفين من المجموعة اللي هتنافس معها في الاخر في تقول الجمعة اذا عشان نفهم الشكل اللي قدامنا الشكل ده معمول ازاي الارقام الزرقة فوق خالص اعلى مجموعة بتقول انه عشرة في المية من مجموعة طلاب حققوا نمر في المنطقة دي يعني طول المنطقة الزرقة اللي هي من نمر مثلا زي 90 لبصينا على الشمال زي 90 و 100 اللي حققوا نمر بين 90 و 100 عشرة في المية من الطلاب فيه 30 في المية حققوا نمر في المنطقة دي من اول مثلا 70 ل 90 دول 30 في المية من الطلبة اللي حقق نمر في المنطقة الصفرة 40 في المية من مجموعة الطلاب اللي هي مثلا من 50 ل 70 20 في المية من الطلبة جابوا نمر اقل من 50 معنى كده ان كل ما المنطقة الرمادي زادت كده الدفعة مستوى اعلى يعني بص كل الدفعة يا مثلا هنا 80 في المية في المنطقة من الاصفر فما فوق باي بصوا هنا 80 في المية من الدفعة جابت نمر اعلى من 85 في الرياضيات بينما في مادة تانية لو قسمى 10 أو 30 أو 40 دول 80 في المية 80 في المية في اللغة العربية جابوا فوق ال40 و20 في المية جابوا تحت هذا الرقم وهكذا طيب ايه فايدة المشهد ده فايدة المشهد ده ان احنا مش بنتكلم هنا على نجاح وصوط يعني ما فيش خط بنقف عنده في اي مادة ونقول لو جب تقل من هذا الرقم انت ساقت مش عادي نستخدم كلمة ساقت ونجح خالص احنا في قراءة ده كل اللي يهمنا انا موقفي التنافسي ايه بالزبط انا في المادة دي فين من زميلي متوسط الدفع هو المسلس الاحمر وبالتالي انا عرفت كده لو انا ذكرت بتاعي انه انا اه هنا اقل من متوسط الدفع بحبة مش بطلين معنى كده ان في اللغة الفرنسية انا لازم اشتغل على نفسي كل اللي همنا الرسالة للطالب هي ايه النقط اللي محتاجي اشتغل عليها اكتر عشان المرة الجاية ابقى موقفي التنافسي اعلى انا كل اللي عاوزوا ان المرة الجاية مش عشان يبسط الوزارة عشان يحقق حلمه في التنسيق في الاخر لانه هو في التنسيق الطب اللي هو اكبر رغبة هياخد منين من فوق لتحت فياخد الناس اللي في المنطقة الزرقة لحد ما مقاعد الطب تخلص ويبتدي ينزل فانا وجودي في كل ما وجودي طلع فوق كل ما كان عاصل احنا هنبعت لحضراتكو خلال ايام نفس الكارت بتاع النتيجة بس هنزود عليه عمود اسمه التقدير العام بمعنى اخر زي في الجامعة كده في تقديرات في المواد وفي تقديرات عامة هنجمع كل النمر اللي حققها الطالب في كل مواد ونعمل عمود بقى تقدير عام بحيث نوريه متوسط زميله فين وهو فين منهم في العموم بعد كده مفروض الطالب واول ايه امره لو مهتم يبص معاه على المواد ويشوفه ومحتاج يطلع النقطة السودة بتاعته فين فقانه مادة يطعب فيها شوية زيادة عشان المحاولة اللي بعدها يعلى في التقدير العام كل ما علينا في التقدير العام كل ما فرصنا في تحقيق رغباتنا في التنسيق هتعلى وبالتالي ولو تانية سنوي كل الامتحانات اللي بنعملها هدفها ان كل واحد من الولاد يعرف مستوى الحقيقي فيه عشان يقدر يشتغل عليه وعشان ما يتفاجئش في السنوية العامة بان هو مش قادر يحقق الرغبات بتاعته فبيديله صورة هو فين من زميله وبالتالي ما يبقاش فيه هنا حاجة اسمها امتحان صعب ولا سهل احنا مش بنعمل مقارنة بين اداء الطالب والمطلق بنعمله بنقارن اداء الطالب بزميله يعني لو كان اشتر واحد في الدفع في مادة معينة جاب 80 يبقى كل الولاد اللي جاب بقى 78 مشطر جدا لانه قريب قوي من 80 مش الفكرة في الرقم الفكرة انا فين على هذا العمود قريب تحت المتوسط ولا فوقه ولا في المنطقة اللي فوق الزرقة الزرقة دي هي العشرة في المية من الولاد اللي جابوا اعلى درجات المجموعة اللي تحتها 30% من الولاد جابوا درجات في المنطقة الخضرة و40% جابوا في المنطقة الصفرة و20% جابوا في المنطقة الروماتش ده كده معنى الصورة الفكرة من التقييم في العموم والامتحانات بتاعت اولى والتانية سنوي انها اعداد للولاد يتفهموا نوع الاسئلة ويقيسوا قدرتهم بدقة في المواد دي عشان يحسنوا منها ليه للسنة النهائية اللي هي كانوا مستهدفينها عشان يعرفوا ينفسوا على دخول الجامعة لو انا غشيت الامتحان او ما جيتوش او احنا عملناه في البيت وهو قرر انه يعتمد على حد تاني هو فقد الفرصة الحقيقية انه يعرف موقفه الحقيقي في التنافس مع زميله لو الدفعة كلها تم تسريب الامتحان ليها هيحصل ايه هيجيلنا عمود زي ده العمود ده بيقول انه الدفعة كلها جايبة نمر مثلا 95 من 100 في الرياضيات بص متوسط فين 95 يعني كلهم يا من 90 لمية طبعا ده مش واقعي يبقى انا كطالب ما استفدتش من دفع اي حاج لاني معرفتش لما ما يبقاش مسموح لي بالغيش بقى مستوى فين الفكرة ان احنا مش بنتكلم هنا على نجاح وسقوط بمعنى 50% وتحت 50% تبقى سقط لها مش نقول كده خالص احنا هنتكلم على التقدير العام واذا التقدير العام مش في المادة التقدير العام كان اقل من مستوى معين هنقول ده اسمه تقدير ضعيف زي كده في الجامعة في ضعيف ومقبول وجيد وجيد جدا ومتياز اقرب تشبيه يعني لو انا ضعيف يعني معنى عدد كبير من المواد كده بنقول للطالب انت مش جاهز تطلع السنة اللي بعدها لان كده موقفك التنافسي ضعيف جدا فمن الافضل انك تعيد هزي المواد ولكن مش هنقول نجاح وسقوط على مستوى المادة احنا بنقول انا فين من زملائي بهدف ان انا طول الوقت ابقى شايف موقفي التنافسي ومحتاج اشتغل على نفسي في انا مادة اه اتمنى يكون الكلام ده واضح لان في الحالة دي لو فهمنا ده هنعرف ان احنا مش مفروض نبقى معنيين بحاجة اسمها تقفيل الامتحان او جبت كامل ان النمراء هنا نسبية مش هي الهدف السؤال الحقيقي انا في انا منطقة انا في المجموعة اللي فوق نمراء واحد ولا اللي تحتيها الخضرة ولا الصفرة كل ما عليت كل ما كان احصل اه كده اتمنى ده يبقى واضح الامتحانات بتاعت اه الشهر اللي فات كان فيها نوعين من المشاكل بعضها اه تقني خاص بالشبكات الاتصالات وده اشتغلنا عليه وتم حله مع وزارة الاتصالات ولن يسبب مشكلة في اي حل مستقبلي ومن يسقط على السنوية العامة السنوية العامة لن تستخدم نفس التقنيات اللي استخدمناها وبالتالي الاسقاط عليها غير سليم اه الحاجة التانية موضوع الغش موضوع الغش احنا اه بنواجه ايام ما كانت الامتحانات حتى ورقية زي البوكلت بأساليب مختلفة من حيث مين اللي بيرائب واللي جان فين وآ في ناس بمعها عصيان عشان عدم دخول التليفونات ولكن اللي احب حضراتكو تبقوا وعين له تماما انه احنا بندي خدمة للولاد في اولى وتانية سنوية رحلة تجهيز من اولى وتانية سنوية لما هو قادم في تالتة سنوية لتحقيق الهدف بتاع كل اسرة مصرية ومفروض انه في الحالة دي اكتر الناس اهتماما بيكون الطالب نفسه او وليه امره او الاتنين ان احنا عاوزين امتحانات اكتر عاوزين نعرف احنا فين من زميلنا اللي هينفسونا هم هم لما نوصل لتالتة سنوية الوضع اللي انا فيه في التأدير العام هو بالزبط اللي هيبان لمكتب التنسيق وبالتالي لو انا كانت تأديري العام مثلا هو ده يبقى انا عرفت ان انا فوق المتوسط بحاجة بسيطة فوقية ناس كتير جدا هتاخد الرغبات الاولى كلها يعني انا احتمال ان يحقق الرغبة اول عشرة وليل لو انا عاوز اكتهد لسه عندي سنتين اعلى بالنقطة دي ادخل نفسي في المنطقة الخضرة ثم الزرق ده كل المطلوب فاحنا مش عاوزين نتكلم على نجاح وسقوط هنا احنا منتكلم انا جاهز قد ايه لهدفي في نهاية الطريق ده الهدف من هذه الصورة بسبب ان فيه اول وتاني يوم في الامتحانات كان فيه بعض المشاكل في الشبكات وليست مشكلة الولاد بالاضافة الى انه حصل اخلال بتكافؤ الفرص كبير جدا لان فيه كثير من الاولاد ما كانوش عارفين الهدف من كل ده كانوا متهقلهم ان الفكرة هي النجاح ان انا اجيب نمرى وخلاص ده اخل بقيمة النتيجة كما ينبغي وبالتالي اللي احنا هنعرضه على حضراتكم بعد كده اللي هيحصل في الشهور الجاية هيحاول يعال اهلا بيكم مرة تانية استكمالا للي كنا بنتكلم علينا بس عاوزة استعرض يعني النموذجين من نتيجة طالبين مختلفين طالب حضر كل الامتحانات وبالتالي الكارت اللي على الشمال بيقول ما فيش غياب مسجل للطالب في المدرسة وما فيش مشاكل الكترونية مسجلة للطالب من قبل المدرسة وبالتالي ده اقرب الى الصواب والكمال الكارت العليمين فيه اربع اعمدة فقط من ضمن المواد هنا بيقول ما فيش غياب مسجل بس فيه مشكلتين الكترونيتين مسجلين ده يفسر لنا مادتين من اللي نقصين ما يفسرش الباقي فده بنعمل فيه تحقيق في التجربة بتاعت امتحانات فبراير مش عاوديين نشغل نفسنا بداه كتير انا بس هاوز اقول جملة واحدة على موضوع الغش للمرة الاخيرة اذا كان الطلبة اللي بيسمعوني او اولياء امورهم اصبح اكثر وضوحا ليهم هدف امتحانات اولى وتانية سنوية ما هواش النجاح والسقوط بشكل بسيط كده من سنة لسنة لا هو رحلة تجهيز وقياس مستوى تنافسي مستمرة عشان كلنا بنحضر نفسنا ليلة هيحصل في الاخر وبأكد على من يسمعونا في السنوية العامة انه السنوية العامة سواء كانت ورقية زي زمان بشكل حضراتكو عارفينه من السنوات السابقة بيكون غير موجود بنسبة تسعة وتسعين في المية وبالتالي هيظهر ساعتها المستوى الحقيقي والاخلال بهذا اللي عمل نتائج اعلى مما يجب مش هيكون موجود فبالتالي هتكون دي لحظة الحقيقة وعشان كده يا جماعة اللي بيغش بيأزي نفسه بيأزي زميله فالطالب المجتهد بيأزيه جدا اللي بيغش لانه بيعلي احقية في هذا وحضراتكو عارفين فيه قانون جديد لموضوع الغش اقره مجلس الوزراء ومجلس النواب وده هيطبق بشدة في الفترة اللي جاية بأساليب مختلفة وهيبقى فيه في اللجان مراقبة بالكاميرات ومرقبة بالأفراد وبأفراد من خارج المنظومة بتاعت المدرسة وبالتالي تعالوا نحضر نفسنا لامتحان في منافسة شريفة يضمن تكافؤ الفرص هيحصل لولادنا في سنوية العامة بإذن الله لا فيه مشاكل تقنية ولا فيه مشاكل غش لو أنا في قولة أو تانية سنوي كل اللي يهمني ننسى الامتحان ده خالص الوقت احنا فهمنا في بعض الأيام حصل فيها مشاكل تقنية في بعض الأيام الأخرى حصل فيها مشاكل عمل جماعي فاحنا هنحطه على جنب وهنخطط لقدام واحنا كلنا متفقين على الهدف نحاول نفكر تاني احنا بنيجي الامتحان ده نيجي الامتحان ده لو المؤلاد سمعوا اللي أنا بقول وفهموه هيجدوا ان هي هم اللي هيطلبوا امتحانات أكتر الامتحانات الأكتر هتساعدهم يعرفوا هم جهزين قد إيه مش مسألة نجاح وسقوط طيب نقول بقى هنعمل ايه في الفترة اللي جاية احنا هنعقد للصف الأول والثاني الأول والثاني السنوي امتحانين فقط مش تلاتة لأن احنا في آخر مارس صعب قوي نعمل امتحان بعد أسبوع فبالتالي نعمل امتحانين هيكونوا امتحانات مجمعة بس مش امتحان واحد مجمع هيبقوا تلات امتحانات بدل عشرة عشان نقلل عدد أيام التواجد بسبب جائحات كورونا اللي ما ننساش تواجدها شهر إبريل ومايو المرة دي هنعملها في المدرسة مش في البيت بليجان مؤمنة وهيكون الامتحان ورقية برضو نفس نوع الأسئلة في ورقة مجمعة وهتكون الإجابة في ورقة منفصلة عشان هنصلحها بطريقة أوتوماتيكية اسمها بابلشيت الخلاصة ان امتحاني آخر إبريل وآخر مايو هيكونوا لأولى وتانية سنوية مش لتالتة سنوية هيكونوا ورقي ومجمع وفي لجان مؤمنة طب ليه ما عملناهوش في البيت لأن لو عملناه في البيت في ظل ما شاهدناه هيكون الهدف منه انتفى تماما لأن الطالب الشاطر مش هيعرف مستوى فيهن لما يكون الأقل منه بيلجأوا إلى عمل جماعي وبالتالي ده مش هيفدنا في تحقيق الهدف لو كنا اتفقنا على الهدف آآ بنعمله ورقي ليه مش إلكتروني عشان نحرر الولاد من الألق اللي هم اتعرضوا ليه آآ في المرحلة الأولى رغم ان احنا قادرين على حلو وحلناه فعلا بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة ولكن محتاجين تقييم يدي كل ولد وبنت حقه انه يعرف مستوى فيهن فهنعمل ده لأنه كمان الوزارة والدولة حتى جهدها كله في التطوير التكنولوجي المستهد في السنوية العامة عشان نضمن السنوية العامة ميبقاش فيها اي اخلال من اي نوع فالطلبة اولى و تانية سنوية يكون فيه امتحانين هقول لكم دلوقتي المواد المقررة ومواعيد هذه الامتحانات آآ هذه الامتحانات مش هنخش فيها لا بالتابلت ولا بالتليفون ولا بأي اداة الكترونية ممنوع منعا بدا ومن آآ يخترق هذا هيك هيعاقب بقانون مكافحة الغش الجديد هنزود احنا عشان ده اوبن بوك هنحط مع كل امتحان ورقة فيها المفاهيم وقوانين الاساسية للمادة يقدروا يستعينوا بيها بديلا عن الكتاب المدرسي الهدف من ده ان احنا كلنا نقدر نعرف بقى مستوانا الحقيقي ونبقى استفدنا مش نجاح حصول مستوانا الحقيقي الفصل الدراسي الاول للمتحان اللي اتعامل نظرا لكل الاسباب اللي شرحتها باسهاب هنعتبره اجتياز او عدم اجتياز يعني اللي حضر الامتحان هيأخد هيعتبر اجتازه وانتهى من محتوى الترم الاول اللي مجاش خالص او حصله او كان عيان او كده هنعمل له امتحان تكميلي في الحالة دي درجة الفصل الدراسي التاني هتبقى هي الدرجة اللي هنحسب عليها درجة السنة من خلال متوسط درجات امتحاني مايو وابريل عشان ابقى اكثر دقة احنا مش منتكلم على درجات مطلقة احنا هنعمل تأدير عام وانا بعده اسبوع هنديكم نفس الكروت اللي خدتوها بس فيها التأدير العام عشان نشوفه في مايو وابريل هنشوف التأدير العام بعد انعقاد هذه الامتحانات لو كان المتوسط العام مش في المنطقة الرمادي يبقى احنا نجحنا للسنة القبليه لو كان في المنطقة الرمادي معناه ان انا ضعيف جدا في اكثر من مادة وبالتالي محتاج تجهيز اكبر اي طالب وجهته مشكلة تقنية في الفص دراسي الاول هيحسب له اكتياز في هذه المادة طلب المتغيبين بأذر قهري يقبلوا مدير المديرية لهم الحق في عقد امتحان تكميلي عشان يعوضوا الفرصة اللي فقدوها عشان يعرفوا مستواهم برضو وهيتعمل قبل امتحانات ابريل باذن الله طيب المقرارات اللي هنمتحن فيها في اخر ابريل هنحطها لكم على الويب سايت بتاعنا زي ما حالاتكم شايفين ده مقرارات شهر مارس او الجزء بتاع مارس وابريل هنمتحن فيه امتحان ورقي مجمع في المدارس في اخر ابريل وهنشوف الجدول بتاعه دي المقرارات بتاعة اولى سنوي لهذا الامتحان ودي المقرارات بتاعة تانية سنوي لهذا الامتحان المجمع وهنوافقكم بالمقرارات اللي هيمتحنوا فيها في اخر مايو بعد اسبوعين او حاجة شهر ابريل اللي هو اول امتحان بهذا الشكل لأولى سنوي هتبقى موعيده امتحان ابريل هيبقى يوم الاتنين ستة وعشرين ابريل هنمتحن امتحان مجمع فيه العربي والتاريخ والجغرافيا واللغة التانية ده عدد الاسئلة وده الوقت المتاح للاجابة عليه في ورقة مجمع بنفس الشكل اللي بيجي على التابلت بيجي على ورقة وهنكتب الاجابات كلها اختيار من المتعدد التلات هيبقى امتحان اللغة الاجنبية الاولى والفلسفة والمنطق والرياضيات الاربع يبقى كيميا وفيزياء واحياء بنفس الشكل هنكرر ده في الايام خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين مايو في الامتحان التاني بتاع قولة سنوي تانية سنوي نفس الايام مجموعات اخرى من المواد في ازمنة اخرى لو حالاتكم شايفيني يعني قولة سنوي يمتحنوا الصبح تانية سنوي يمتحنوا بعد الظهر ده موعد اختبارات شهر مايو لان تانية سنوي فيها علمي وادبي فالمجموعة اليمين دي المجموعة العلمية المجموعة الشمال دي المجموعة الادبية المواد التي لا تضاف للمجموع الأولى وتانية سنوي المدرسة هتتولى عقد هذه الامتحانات التي لا تضاف للمجموع والمجالات والمستوى الرفيع وتعقد بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية. الطلاب اللي لم يسبق ليهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يمتحنوا في المنهج الكامل واللي سبق ليهم أداء هذه الامتحانات يمتحنوا في منهج ومقرر الفصل الدراسي التاني فقط. بس عاوز افتكر اقول انه في الامتحانات المجمعة اللي احنا قلنا عليها بتاعت اولى وتانية سنوي هتتعامل في اللجان الامتحانات دي هتكون معمولة على مستوى الادارة التعليمية وليس مستوى المدرسة معنى ايه؟ يعني كل ادارة تعليمية هتعد امتحان على مواصفة هيديها لها مركز الامتحانات وبالتالي امتحان اولى وتانية سنوي اللي جاي في ابريل ومايو مش هيكون امتحان موحد على مستوى الجومورية زي ما حصل في الامتحان اللي فات اه واسهم بشكل كبير في موضوع العمل الجامعي هنا هيبقى في حوالي 270 امتحان مختلف على مستوى الادارات وليس على مستوى المدرسة ولكن على مستوى الادارة بالنسبة لمواد الهوية لطلاب المدارس الدولية المدرسة هتتولى عقد امتحانية مواد الهوية اللي هي اللغة العربية والدراسات التربية الدينية والوطنية على مستوى المدرسة تحت اشراف الادارة وتعتمد نتائجها من الادارة التعليمية النفس الشيء اللي ما عملوهاش قبل كده يمتحنوا في المنهج الكامل اللي عملوه قبل كده يمتحنوا منهج مقرر الفصل الدراسي التاني فقط بعد كده هيبقى عندنا بعد مايو بقى الشهادة الاعدادية في يونيا ان شاء الله والشهادة السنوية في يوليا واغسطس وده حديث اخر في مقام اخر ولكن عشان نخلص الحديث اللي بنقوله النهاردة اتمنى نشوف الجزء الاول من الفيديوهين دول اكتر من مرة عشان نفهم ايه معنى التقييم وايه هدف الرحلة بتاعت الطالب في المرحلة السنوية ونحاول ما نفكرش في الارقام المطلقة نفكر في موقعي النسبي التنافسي بيني وبين زميلي في نفس الدفع وانا ماشي والورقة دي زي روشتة بتقول لكل طالب وليه امر انا محتاج اشتغل على ايه بالزبط قبل الامتحان اللي جاي عشان احسن مكاني مقاعدي التنافسي من هنا لحد ماوصل للسنوية العامة وبالتالي ان انا ابوز الامتحان ده بالغش ده ما بيفدش اي حد ما بيفدش اللي بيغش على الاطلاق لان هو ما اقش حاجة يعني هو ما استفدش اي حاجة بل اسائل الامتحان واسائل زميله اللي تعبوا ومع هذا الوزارة هتعمل اجراءات كثيرة جدا تخلي ده غير متاح في الفترة القادمة امتحان تالت سنوي هيكون الكتروني ان شاء الله وفي المدارس في نجان في المدارس وعلى التابلت وطبعا كل مادة على حده ما هواش مجمع ده زي ما احنا عارفينه لا اسقاط مما نقوله عن اولى او تانية سنوي على اي شيء اللي هو علاقة بالسنوية العامة اه ده اللي احنا بنقوله دلوقتي خاص باولى او تانية سنوي فقط واتمنى يبقى يعني الشرح كان واضح واحنا هنحط المعلومات دي كلها على صفحتنا على الفيسبوك وهنبعتها للمدريات في كتاب دوري صباح الغد ان شاء الله وتصبحوا على كل خير اشتركوا في القناة